أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل يسوع بيعلن أن المسيح يعني الله الظاهر في الجسم في إنجيل يحنى في الأصحى الخامس اليهود كانوا عايزين يقتلوا يسوع لأسباب كثيرة إيه هي؟ لأنه نقض السبت وقال إن الله أبوه ركزوا معايا لأن اليهود عارفين إن المسيح اللي منتظرينه هو ابن الله يعني هو الله مش مصدقين إن يسوع اللي معهم ده هو المسيح خليني أرهلكم من يحنى خامسة فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضاً إيه؟ إن الله أبوه معادلاً نفسه بالله عزاء المشاهدين تعرفوا إن كلام يسوع كان بيأكد إنه هو المسيح اللي اليهود منتظرينه يعني أعماله تؤكد إنه هو المسيح كلامه يؤكد إنه هو المسيح طبعاً عرفنا أعماله من إقامة موتة وكتير من المعجزات والخلق شوفوا المفاجأة اللي بيقولها يسوع صراحة من غير مواربة على إنه هو المسيح في الإصحاح ده بس هجيب بعض الأمثلة مش كلها من كلامه اللي بتؤكد إنه هو المسيح بس نصيحة إن حضرتك وحضرتك تقرأ الإصحاح الخامس بعد الحلقة قال إيه؟ كما إن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الإبن أيضاً يحيي من يشاء الإبن يحيي من يشاء اللي هو المسيح وكمان قال إيه؟ لأن الآب لا يدين أحداً بل قد أعطى كل الدينون للإبن يعني إيه؟ المسيح الديان طيب حقول لكم كمان المسيح قال إيه؟ فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته يقصد على نفسه على المسيح فيخرج الذين فعلوا الصلاحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة طيب حقول لكم مثل كمان يعني شوفوا بيقول إيه؟ الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي يؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة عزيز المشاهد ما تعنيتش تعمل زي ما عملوا بعض اليهود على الرغم من إعلان يسوع أنه هو المسيح الله الظاهر في الجسد بصورة واضحة جداً لو عايز الحياة الأبدية فالمسيح في إيده حياتك في إيده حياتك إيه؟ الأبدية ولن تأتي إلى دينونة عزيز المشاهد ما تحولش وتعمل زي اليهود إقرأ الإصحاح ده هيؤكد لك إن المسيح قال بفمه الطاهر إنه هو الله الظاهر في الجسد المسيح المسيح يا حتعيش معاه إلى الأبد يا حتكون في حياته بعد كده حيدينك لإنه هو الديان وهو اللي قال أرجوك ما تأجلش لإن المسيح هو الحديث ترجمة نانسي قنقر